هذا قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائية رفع سعري الإداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب كما قررت اللجنة رفع سعر الاعتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% وبناء على هذا الإجراء قررت اللجنة الإسراء بعملية التقييد النقدية من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولية وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقضيه سياسة تقييدية من رفع الأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة هذا وأكد البنك المركزي التزامه بمواصلة جهوده لتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كان مرتكز أسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لأليات السوق ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازن شكرا